والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة افقال حضرتك بس. اه اني انا مطلقة ومعايا بنتين. ماشي. وهو طالقي ده متجوز واحدة تانية قبلية. مم. ودلوقتي بقاله خمس سنين. ما بيسألش بناته. ولما بناته بتتصل بيه. بيقفل السكة في الشرم. عوز بالله. ولا بيتبح في العيد ما بيتدومش. بيفرق شنط في رمضان مش بيديهم. ومش بيسأل عنهم خالص 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 خالص. هل هو هيتحكب عند ربنا ان هو ما بيصلش رحمه? ولا لازم ان هم الاولاد اللي يصلوا رحمه. لا ده 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 في حاجة في حاجة اعلى من كده. مش بس السيدة الرحم. اللي اعلى من كده ان هو بيضيع اولاده. بيضيع من امره والله سبحانه وتعالى. بناته بيتصلوا بيه بالتليفون بيقفل السكة في الشرم. وبناته صغيرين. بناته في سنة ربعة ابتبائي وتانية ابتبائي. خلينا اكلمه بقى. خلينا اكلمه لان هو هو اللي محتاج الكلام. مش مش حضرتك. هو الحقيقة يعني. هو مش يتحاسب عند ربنا. هيتحاسب. ان هو قاطع رحمه. لا يتحاسب وهو مرتكب كبيرة كمان. هو مرتكب كبيرة. كتب مراس كتب كل ما يملك لزوجته الاولانية وبناته الاولانيين. لا خلينا نفس النفس ما بين حكتين يا سيد سعاد. سيد سعاد. لكن ما بيصرفش عليهم. الان ماشي. وطاركهم. وحتى صوته ما بيسمعهمش. طيب انا انا اكلم حضرتك. معنويا ده. معنويا مش مش البنات ما احتاجه قبل معنويا قبل. طبعا 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 طبعا. فانا بقى اعيز اعرف ربنا هيحذبه في الدنيا وفي الاخرى. ولا هيحذبه كده. حاضر حاضر اقول لحضرتك يا سيد سعاد. طبعا انا مقدر جدا جدا اللي بتعيشه سيد سعاد. خلينا اقول لكم بكل صراحة يعني. في مسائل او في مربع كده لما بيجي الحاجات فيه. انا ببقى مش عارف اقول ايه. بقى انا كرجل وكأب. ببقى عندي مشكلة. مشكلة انسانية. جانب المشكلة الدينية. ايه المشكلة الانسانية. الشخص ده بقى. الشخص ده اللي مسلا بيدرب زوجته بيهنى وبيجتمع وبيمعرفش ايه وبياخد فلوسها وبيخليها تشتغل ويروح يوشرب مخدرات. نعمل نعمل في ده ايه? الشخص اللي خلف اولاد وجاب الاولاد ورماهم ولما طلق طلق الاولاد مش طلق امهم بقى. طلق الاولاد. طلق الاولاد فبقى الاولاد بيتسولوا. واسوأ التسول ان انت تتسول من من حد انت لك حق عليه. السن اللي هي بتقول عليه ده سن هي ليه حق بان هي تطلب النفق عليه من ابوهم. فلا اتق الله سبحانه وتعالى. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال. ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول. وانا في الحقيقة يعني في الاحوال اللي زي دي. ودي احوال بسيطة اوي. حضيك ارفع عضية واطلبه نفقة اولادك. اطلبه نفقة اولادك. ما تضيعيش اولادك. ما تسيبهمش يضيعهم. ما ترهنيش على ان هو يفتكرهم وقلبه يرق. لان واضح اوي 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 اوي. ان هو لما طلقك كان طلق الاولاد معك كمان. وان هو لما رجع رجع تحت دعوة وبحذر كل منها. ان الزوجة التانية من الزوجة. انت لما تزوجت تزوجت على شرع الله سبحانه وتعالى. وعلى سنة رسول الله. على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فدولة في اية توجهت تجاهك نحو نحية زوجتك ونحية اولادك. خلاص اي ما بايتش زوجتك نحية اولادك. لينفق زوج ساعة من ساعة. فانت كونك انت تظلم هذا الظلم. وتترك اولادك وتطلق اولادك. وتعتبرهم انهم كانوا نتيجة نزوة. يا اخي اتق الله. لا او مش نتيجة نزوة. دي نتيجة زواج شرعي. والاولاد دولة سيقف وياخدوا حقهم منك يوم القيام. وانا بقول ايه? بقول لحضرتك اطلبي حقك. وحق اولادك. يعني لو كان لك نفق اطلبي حقك وحق اولادك. احنا مش هنشان نسيب الناس تتفتن. وتضيع. وتترمي في الشارع. وحياتها كلها تتدمر. يا اخي قبل ما كنت روحت الجواز تاني ما كنت حسبت ده. اه هي الزوجة التانية اه بس مش معنى ان هي الزوجة التانية يعني ان الاولاد دولة يترموا في الشارع. فاتق الله سبحانه وتعالى. انت ترضى ان تشوف اولادك اللي انت بتسميهم اولادك كأن التانيين دولة مش اولادك اللي انت بتسميهم اولادك. يترموا في الشارع كده. ولا انهم يتسولوا. ولا انهم يبقوا مش عارفين يتعلموا ولا يأكلوا ولا يشربوا. ويكسر خطرهم ويحسوا أن هم ناس ما يساويوش حاجة تبدو لا أنت هم دول عرضك ولا مش عرضك هم دول ربنا يسألك عنهم ولا مش يسألك عنهم أسألك عنهم كما يسألك عنهم كما يسألك عن كل نفس من أنفس ما نموا فيه وهم متوجعين فالتقل الله سبحانه وتعالى هتتحسب على كل دمعة وعلى كل لحظة كانوا بيتوجعوا فيها فالتقل الله سبحانه وتعالى ويعرف من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول